السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بسرعة كده عوزين نعرف ازاي يصور فيديوهات تبال للناس زي المحترفين اللي بيصوروا بكملات عالية اولا مش شرط ان انا اشتري كاميرا عالية عالية في السعر عالية في الامكانيات الموبايلك يغني بس لازم ناخد بالنا من كذا نقطة اول حاجة تصويرك بالموبايل لازم يكون تصوير بالعرض ليه علشان اخد رؤية شاملة للمكان دي نمرة واحد نمرة اثنين ان انت الناس دلوقتي كلها بتشتغل اليوتيوب بيشتغل على شاشات التلفزيون وعلى شاشات الموبايل معنى كده ايه؟ معنى كده ان الصورة لو جات بالطول لو صورت بتليفونك بالطول بالشكل ده فالصورة طبعا هتطلع للناس الباقي اسود هيطلع التلت في النص هو الفيديو اللي انت مصوره والتلتين اللي على جنب اسود لكن لو انت صورت بالعرض بالشكل ده الصورة هتطلع كاملة للناس على التليفون لانه لما بيدور الشاشة او بيكبرها بتظهر الصورة كاملة وعلى التلفزيون بالبان لو نلاحظ التلفزيونات كلها مفيش تلفزيون بالطول كل التلفزيونات بالعرض تاني نقطة مهم عندنا الاضاءة لو انت بتعمل محتوى او بتنشئ محتوى انت اللي بتنشئه الاول مرة انت مش محتاج ان انت تعمل استوديو وتصرف كتير طيب هنعمل الاضاء ازاي بطريقة سهلة جدا ان احنا ممكن نجيب اي كرتون عندنا في البيت احنا مش محتاجينه ونبتدي نركب جواه لمبات الليد لمبات الليد رخيصة ولكن الاضاءة بتاعتها بتكون كويسة علشان انا عاوز اظهر للمشاهد قد ايه انا مهتم بيه وبالتفاصيل علشان احاول ان انا اقعده عندي اخليه يقعد يتفرج معايا اكبر مدة ممكنة علشان اليوتيوب يقدر يحط عندك اعلانات جبنا الكرتونة وجبنا اللمبة الليد بقى عندي استوديو مصغر بالشكل دو بعد كده لما ابتدي اصور هطلع بالمنظر ده طبعا احنا لازم نشرك المشاهد معايا في كل التفاصيل بحيث ان فيه ناس بتقولك ان لو كتول في الاكل مثلا لازم الكامرة تبقى وريبة وشوية تبعد وشوية تقرب ليه علشان تحس المشاهد ان هو عايش معاك اللحظة طيب مفيش كرتونة ومفيش لمبة لد علشان نعمل الاستوديو المصغر نعمل ايه اي شباك عندنا او بلكونة بالمنظر ده اقدر ان اقف اضاءة كويسة وابتدي اعمل الشغل التاعي هيطلع نفس الموضوع لازم تتحرك وتتعب زي بعض المصورين اللي بيصور الاكل ممكن بالمنظر ده وعلى قد ما هتتعب وعلى قد ما هتطلع امتاج كويس جدا ان شاء الله النقطة الثالثة المهمة جدا عشان تبقى بروفيشنال في التصوير الاستند او حامل التليفون اللي هتصور بيه احنا مش هنعمل لقاء صحفي ومحتاجين ان احنا نجيب استند كبير او ان احنا نصرف فلوس في استندات واشكال والوان احنا كل اللي محتاجينه انك لما تيجي تصور الفيديو اللي انت بتعمله ايدك ميبقاش فيها هزة عشان كده انا بفضل الاستند في استند بيجي بالشكل ده تلات ارجل وتعرف تتحكم فيه وفي استند بالمنظر ده بيجي معال الزبط بتاع النور بتاعه علشان الصورة تطلع افضل وفي استند بالشكل ده ده مميز لو انت بتطبخ بنعمله في السقف وبنخليه بالمنظر دوا بحيث ان احنا بنعمل الاكل تحت ناس هتقولي هل الاستند هيدى نتيجة بالمنظر ده هقولك حاول وجرب لان احنا لو شفنا الصورة دي الاستند ده صغير جدا والتصوير بموبايل لكن باذن الله الصورة بتطلع زي كده الصورة ممتازة حتى لو مفيش معاك تشتري استند او الموضوع صعب عليك تقدر ان انت تجيب مواسير اي نوع مواسير وتبتدي تعمل استند بنفسك على حسب امكانياتك وعلى حسب مكانك اللي انت هتصور فيه اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم ويكون جيس سؤال في دماغكم هو عمل الفيديو ده ازاي ان شاء الله الحلقة الجاي هعرفكم من غير كاميرا ومن غير تصوير ومن غير اي حاجة تقدروا ان انتوا تعملوا انتاك خاص بكم وتكسبوا منه بعيد عن حقوق الملكية وبعيد عن اي انظرات من اليوتيوب دي كانت نقطة النهاردة بحب اقولها لكم تاني نقطة اتمنى من الله ان الموضوع يكون سهل ويكونوا مهتمين بالمحتوى صدقوني الالف مشترك والاربع تلاف ساعة قصة سهلة للي يحاول ان هو يجيبهم اللي يحاول اللي هو يتعب وان هو يشتغل قناتك باذن الله بتتفعل في خمس او ست شهور تابعوا معنا الشرحات الجاية ان شاء الله الالف مشترك والاربع تلاف ساعة دي قصة انا شايف ان هي سهلة بالرغم ان هي متعبة لكن سهلة لكن المرحلة الاصعب فعلا اللي هي مرحلة ما بعد التفعيل لو انت النهاردة تبدلت مع الف واحد واشتركوه لك وفعلوا الجرس زي نماز كتير ما بتعمل صدقني بكرا لما قناتك تنزل علي اعلانات وتنزل فيديو جديد ويجي الاشعار للالف مشترك اللي عندك ممكن خمسة او ستة او عشر او عشرين او مية هما اللي يدخلوا يشوفوا بالشكل دوا انت اللي بتأذي نفسك اي نعم انا ضد الاشتراكات لكن انا معها في حتة ان انتوا بتعدوا بيها مرحلة اللي هي مرحلة تفعيل القناة وان انت عاوز تفتح المنتدى وان انت عاوز تعمل بس مباشر على الموبايل اتمنى لكم التوفيق جميعا واتمنى تشتركوا في القناة اتمنى انتوا تتابعوني في الشرحة حتى لو مش هتشتركوا ان شاء الله تستفيدوا معنا باذن الله الحلقات الجاية هشرح لكم يعني ايه نحول الفيديو الى فيروس ينتشر اسرع من اي فيروسات تانية انتوا سمعتوا عنها في الفترة دي بحيث ان اليوتيوب يقترحوا من دمن اول خمس فيديوهات على المشاهد بتكون انت باذن الله رقم ثلاثة او اربعة او بالكتير خالص رقم خمسة تابعوا معنا الشرحات على قناتكم لمة العلل الشرحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة